تستضيف القاهرة حاليا فعاليات اتحادية الكونفيدراليات الافريقية على اوكسا 2023 وده بمشاركة واسعة من الدول الافريقية وبتشهد بناقشات كبيرة جدا طبعا في اكتر من محور يمكن اهمها ملف مكافحة الفساد في افريقيا طبعا الفساد الرياضي من خلال تشريعات قوية الفعاليات كانت شهدت حفل توزيع جوائز الرياضة الافريقية وهيكون فيه معرض الرياضة الافريقية الدولي والجمعية الاممية الانتخابية طبعا للتحاد الكونفيدراليات الرياضية الافريقية وحدث كبير بالتأكيد واهم ما فيه هو تجمع افريقي على ارض مصر واستضافة العديد من الشخصيات الافريقية الهمة والدولية والعالمية وتصدير رسالة مفادها دايما ان مصر هي صاحبة الرياضة دايما سواء على المستوى الافريقي او المستوى العربي وده واقع عايشينه منذ سنوات طويلة وحضراتكو عايشينه معنا المؤتمر النهاردة خرج بعدة توصيات اللي بيستهدف من خلالها القضاء ومكافحة الفساد الرياضي في افريقيا وابرز التوصيات دي هنستعرضها مع حضراتكو يعني سريعا كده اولا اعلاء قيم الاخلاق والنزاهة والشفافية في المجتمع الرياضي الافريقي ضرورة التأكيد على اهمية الشفافية في كل القرارات الرياضية اصلاح الخلال التشريع للوصول الى قوانين واضحة واليات منضبطة واقود موحدة للعبين اصدار قوانين او قانون يضم مواد التجريم والعقاب لمكافحة الفساد الافريقي ويتصدر القانون تعريفا جامعا مانعا لجريمة الفساد ويعمم القانون ليكون موحدا ويصدر فيه اطار اتفاقية دولية تكليف مركز كيمت للتحكيم الدولي باعداد مسودة مسودة هذا القانون ورفع الجهات المختصة لاقرار والمطالبة بانشاء محكمة افريقية متخصصة في جرائب الفساد الرياضي وتكون هناك نيابة مخصصة لمكافحة الفساد وتكون تابعة لمكتب النائب العام في كل عاصمة افريقية باعتبار التخصص معيار ضامن للنجاح ضرورة مشاركة الجمعات العمومية في القرارات التي يتم اتخاذها لضمان تنفذها وعدم الالتفاف حولها في بند تاني سرعة التحول الرقمي الحقيقي في الاندية والاتحادات والوزارات وخصوصا في النواحي المالية انشاء صندوق لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال الاتحاد الافريقي السياسي ووزارة الشباب والرياضة الافريقية واتحادية الكونفيدراليات الرياضية الافريقية الاؤكسا واتحاد اللجانة الولمبية الافريقية الانوكا تكليف الاتحاد الافريقي للثقافة الرياضية بنشر فلسفة الافصاح والنزهة والشفافية والعمل للرشيد في الوسط الرياضي الافريقي والحرص على توعية النشء ضد الفساد الاهتمام بالتعليم والتفقيف باعتباره مع السبيل الامثل لحماية البشر من الاحراف تجديد الرقابة المالية على الاتحادات والاندية ووضع قوانين حاسمة تحول دون اي انحراف مالي تحول دون اي انحراف مالي تمكين المرأة من الممارسة الرياضية وازالة اي معاوقات تحول دون مشاركتها دي توصيات مهمة جدا مهمة لغاية بصراحة ولكن الاهم هو ايجاد الية فعلية نقدر من خلالها نحن ننفذ التوصيات دي وتكون توصيات حقيقية وليست ورقية كل التوصيات دي بالفعل مطبقة هنا في مصر فيه سيطرة كاملة على الامور لكن المؤتمر كان معني اكتر بانه يطبق او يتم تطبيق المعايير دي في كل الدول الافريقية